على خطى سابقه يحاول اسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني فض نزاع الديكة على رئاسة الحكومة في العراق وكأنه استعادة للذاكرة هكذا كان يفعل قاسم سليماني بزيارة سرية حتى الطائرة اسماعيل قاني في بغداد والوضع الداخلي لإيران لا يكاد يسمح لها بمتنفس فمن جهة ما يزال فيروس كورونا يقتنص مسؤوليها ويتفش بين مواطنيها ومن جهة أخرى أدمت العقوبات الأمريكية وجه الاقتصاد الإيراني حتى شارف على الموت لكنه العراق أهم ملعب لإيران إن خسرت فكأنما خسرت كل شيء وخسارة إيران لنفوذها في العراق تبدو للعيان شاخصة فشركاء العملية السياسية أحزابا وميليشيات بدى الصراع بينهم محموما هذه المرة كما تنتظر جموع العراقيين زوال خطر كورونا لانطلاق الثورة مجددا ثورة أهم أهدافها قلع إيران ومريدها من العراق مصادر سياسية قالت إن قاني عقد سلسلة اجتماعات مع نور المالك وعمار الحكيم وحيدر العبادي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية للوصول لحل بشأن منصب رئاسة الحكومة الذي أزدي لعدنان الزرفي زيارة قاني تعد الأولى إلى العراق منذ تنصيبه خلفا لسليماني جاءت بعد وصول المفاوضات على منح الزرفي الثقة في البرلمان إلى طريق مزدود فيحاول النجاح بمهمة فشل بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في زيارته إلى العراق مطلع الشهر المنصر تضاربت الأنباء عن تقديم قائد فيلق القدس أسماء بديلة للزرفي غير أن مصادر مطلعة قالت إن قاني يضغط على الزرفي للحصول على تنازلات وضمانات قبل ذهابه إلى البرلمان الملف الآخر الذي حمله قاني تمثل بازدياد التوتر بين بلاده وواشنطن عقب نشر الأخير لمنظومة صاريخ باتريوت لصد أي هجوم محتمل من وكلاء إيران في العراق لكن الهجوم الذي حذر من تبعاته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحدثت عنه تقارير استخباراتية في هذا الوقت الحار جرى الكثيرون أن زيارة قاني تكشف الأمق الهوة بين الفرقاء في العراق كما تظهر تأثير غياب قاسم سليماني عن المشهد بعد أن كان الشخص الوحيد القادر على جمع سياسي العراق وحلحلة صراعاتهم أما النفوذ الإيراني وتغوله في البلاد فهو أكبر من أن تكشفه زيارة ترجمة نانسي قنقر